السيد الرئيس يعقل اجتماع لإعادة تموضع ملف الطيران في مصر طول عمري يعني متابعة الأداء الحكومي كان فيما ماضكت قصة والقصة دلوقتي اختلفت الرئيس لما يمسك ملف دائما دائما وده معروف بيبدأ في البحث عن حلول جزرية مفيش عندنا في الدولة المصرية في فلسفتها الحالية ترقيع مفيش حاجة اسمها ايه نص نص مفيش حاجة اسمها ماشي حالك ماشي حالك في القموس الرئاسي مش موجودة أنصف الحلول في القموس الرئاسي مش موجودة الحلول الهامشية في القموس الرئاسي مش موجودة القموس الرئاسي لا يعرف إلا الحلول الجزرية مهما كانت صعبة أو مكلفة لذلك كنت أتابع إدارة السيد الرئيس في ملفات الطاقة وملفات المياه وملفات العشوائيات ملفات التنمية ملفات تطوير قوات المسلحة ملفات العلاقات الدولية كل الملفات الرئيس دائما ما ينحو منح الحلول الجزرية لذلك كنت دائما أنتظر هذا اللقاء أقول إن شاء الله كل ما سافر برة بيقابل حاجات بتخلقني وتزعجني كمواطن مصري عاشق لهذا الوطن وأتمنى أن يكون مطار القوير الدولي هو أفضل مطار في العالم وأكبر مطار في الإقليم وأكبر مطار بيستوعب ويستخبر ركاة والمطار الهب في المنطقة المطار المحواري باللغة العربية يعني في الإقليم كله القاهرة مطار القاهرة يبقى هو المطار المحواري اللي بيود على الدول الأفريقية على شمال الأفريقية على جنوب أوروبا على الدول الخليج على كذا على كذا وأنا عندي 100 مليون وعندي مسافرين حجم المسافرين شريحة المسافرين المصريين على اللي بيجوا المطار القاهرة وبيجوا المطارات المصرية ده رقم هل الرقم ده يتماشى مع طموحنا الإجابة لا هل مصر الطهران ترتبها يتماشى مع طموحنا لا وبنركب على مصر الطهران وهنركب على مصر الطهران دعم الشركة الوطنية واللي بتأكيد يشتغل في ظروف صعبة واللي بتأكيد بتحاول تعمل إنجاز واللي بتأكيد بتحاول طور نفسها واللي بتأكيد كل الناس شغالة لا أتهم أحد بالتقصير وإنما بقول حلم مصري إن احنا نبقى عندنا أرقام تصدير مليار. حلم رئاسي بقى عندي ناتج محل اجمالي تريليون دولار. حلم رئاسي ان انا يكون عندي في السنة الموازنة بتاعتي تريليون دولار. وانا عندي حلم ايضا يكون عندي ميت مليون راكب في مطار القاهرة. ان مصر الطيران يبقى ترتبها الرج بتاعها من اكبر شركات الطيران في العالم. احنا مش اقل من حال.